أعطي تنبيه أو تذكير لجمهورنا الوافي الراقي التاق اللي هو القمة تقريباً أظن خمسة ولا لا كنترول معنا القمة ستة طيب القمة ستة شاركونا شاركونا في التاق شاركونا في التاق وبنأخذ حنا أسئلتكم وطرحكم والشيء التي تتناقشون فيها وبنقراها بينما أنا أبو سعود بن تناقش وبنأخذ أطراف أو بنجاذب أطراف الحديث مرحباً والله ومسهلاً بالجميع الآن حدثت التاق الآن ننتظر طرحكم طيب أبو سعود وليهون السامع والمشاهد كيف تشوف سير فقرة النشامة يوم انتقلت التقديم فيها أتكلم عن الجهة التي أنت فيها أو الأيام التي أنت قدمت فيها كيف تشوف مسارها كيف تشوف الأعضاء معك مواضيعها محاورها هل في أشياء تقول أنا بأسويها مستقبلاً أو في أشياء تمنيت أنك ما سويتها أو ما قدمت عليها فخلنا أخذوا نعطي والله شوف فقرة النشامة هذه فقرة الحقيقة يميزها شيء واحد يا أبو عبد المحسن هو شيء فيها التلقائية والعفوية يا سلام وهذا ما يميزها وهذا ما يميز هذا المجلس سرى ما فيه قلة مجالس وفيه برامج مشابهة لهذا البرنامج لكن أنا تابعت بعض البرامج فيها مثل ما تقول رسمية شوي وحنا الصب على روس الضوامي على ما قال يا سلام سوى لفنا حتى عتابنا اليوم كان عاتبني أبو مشبب الله يذكره بالخير ونعم سراني أحبه لحظة لحظة يا سعود تكبر جبت لي اسمه واحد أن أحبه دقن علي حتى وانا في ربا دقن علي أبو مشبب شيخنا وكبيرنا وأبونا الأستاذ سعيد الغامضي أبو مشبب مسي عليك بالخير مشتاق لك جدا أنا يراعد على الصعيد الشخصي وكذلك أبو سعود مشتاق جدا لرؤيتك والسلام عليك السلام عليكم اليوم أقول لك حنا دائما ليميز فقرة النشامة مثل ما قلت لك التلقائية والعفوية يا فلا حتى يومنا نجيب غدانا ولا فطورنا ما نقول طلع فاصل ولا شي نسولف ونأكل وهذا اللي حبب الجمهور في هذه الفقرة اللي هي تلقائية تعفوية حتى نتعاتب ونسولف وكذا ونأخذ ونعطي الواقعية هي الواقعية هذه مجالسنا أنا أقول دائما كل ما قدمت الحلقة أقول يا أخواني ترى هذا المجلس هو انعكاس المجالس ومنتدياتنا سواء في وطننا المملكة العربية السعودية أو في الخليج العربي أو في الوطن العربي بشكل عام هذه مجالسنا تدار فيها الحكمة الشعر الرواية الأداب وحيان العتب الشيم القيم العتاب اهداء العيوب رحم الله أنا اهدائي لي عيوبي هذه المجالس ونحن نحرص والله دائما والاخوان كذلك حريصين سواء الأعضاء الزملاء الدائمين في المجلس أو أخي المقدم اللي معي مبارك بن بخيتان ركلبي حريصين ان نظهر هذه الجوانب الطيبة في هذا في هذا المجتمع الجميل مجتمع المملكة العربية السعودية وهذا الوطن العظيم المملكة العظمى هذه مجالسنا سوى في البر سوى في الديرة سوىنا في كشتة سوى بعضنا مسيرا على بعض في وليمة في دعوة هذه مجالسنا وهذا انموذج ننقله لكم على الهوى بس هذا وراء الكلام طيب أبو ما جوبتني على المحاور النقاط اللي أنتم تطرحونها في مجلس النشامة لأنه من المتابع ذاك المتابعة الدقيقة في الفقرة نفسها لكن أشوف بعض المقاطع أشوف بعض الفعاليات يتسوونها بحكم نحن بعد ضغط العمل الصباح وعمل الليل ما يتسنان نحن ننظر كل شيء لكن أنت كيف تقيمها أنا بذكر لك يعني نبذة مختصرة يا سلام وأبنقلها لك نقل على الهوى مباشرة الآن نحن أنا بالنسبة لي في الفقرة اللي أنا ديرها بالنسبة لي صار فيه مثلا مختص مثل أنت أين رجل مختص أكاديمي ولا مختص في شيء معين أركز على هذا الشيء اللي هو مختص فيه وأجعله هو محور اللقاء وأبدأ من عنده ومن كان له من الزمل تعليق على هذا الموضوع أفتح له المجال لكن إذا كان ما عندي مختص وما غيره لعظة فحن بارك الله فيك نجعل هذه الجلسة مفتوحة كله نشارك بما شاء عادة نبدأ بكلمة دينية يبدأ أحد المشايخ معنا طبعا نشارك مع أي دائما الشيخ أحمد الخليف الله يمسيه بالخير نعم وأيضا معنا أخونا سعادة العميد سعيد الراكان نعم دوسري وأمسي عليهم جميعا بالخير كان معنا أخونا مصلط من بجاد واعتذر لظروفه وغادر البرنامج نهائي نهائي نعم أفه ونبدأ من عندهم ثم ندير اللقاء من كان له تعليق أنا لما أني جيت عند الزميلة اللي بيشارك أقول وش يختلج في خاطرك مما دار في المجلس أحيانا وانت تكلم يا رعد دائما هذه في مجالسنا وانت تكلم عن موضوع يطري علي شيء ودي أقول ودي أقولها أتداخل معك لكن المداخلة معك بتضيع عليك حديث سلسلة أفكارك فأحتفظ بها في نفسي أنا أحس بهذا الشعور لما ينتهي رعد الآن وانت تقل للي بعده أقول ألمني وش اللي يختلج في خاطرك بعد كلام رعده وكلام فلان وفلان يا سلام فيبدي ما عنده إن كان بارك الله فيك طال في تكفيه هذه المشاركة وإن كان معلومة على عجالة أقول عطني مشاركتك عندك رواية عندك قصة عندك سالفة عندك قصيدة عطني عندك يا سلام وأبشرك ولله الفضل منه نجح نجحت هذه الخطة حتى الناس والجمهور تفاعلهم على السناب ولا على وسائل التواصل الخاصة والله وجدت منهم يعني الثنى والمدح لهذه الفقرة وأبشرك إن هذا البرنامج إنه ناجح بكل المقاييس ناجح ومبروكي بسعود من فضل الله من فضل الله نقوله صعب من فضل الله عاجح ومبروكي طيب أبو سعود صل عندك اللهم صل لسلام عندنا مجموعة متسابقين عددهم يتراوح الثلاثين تقريبا تخرجوا من قناة الواقع بعد ثلاثة شهر أمضوها وتعلموا فيها الكثير والكثير فرحوا أيام حزنوا أيام عاتبوا بعضهم أيام اختلفوا أيام تصالحوا أيام اتفقوا أيام دار فيها ما دار مثل ما يدور في بيت الرجل الواحد مع أهله نعم سواء أخوانه ولا أخواته ولا كذا ولا كذا مثل ما يدار الرجل مع أخوانه مع أبنائه يدار في برامج الواقع ثلاثة شهر تخبر لا جوال ولا مكالمات ولا خروج ويعيشون تحت ثقف واحد له ثقف برنامج كيرزما اليوم تخرجوا اللهم لك الحمد إن شاء الله بإذن الله أن أغلبهم ناجحين ووصلوا إلى مرحلة جيدة في المجتمع بحيث يكونوا مؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصائحك وش تقولهم يا بسعود بحكم سنك كخبرة وكتجربة وش تقولهم والله شف لو الآن يسمعوننا الآن وش تقولهم أكيد بعضهم يتابعنا الآن ومسي عليهم بالخير لأن شف قناة الواقع إن كان الناس يشعرون بما أشعر به أنا فهم يتابعوننا الآن يا سلام قل لي ليش ليش قناة الواقع هي واقعية ومن أتى إلى قناة الواقع والله أقول هذا الكلام بكل تجرد ما أرجو منه شي عرفت يشعر بالإنت ما لها يا سلام أنا أبناء قناة الواقع يا سلام وأنا مرة أرسلت رسالة لأخوين ناصر في موضوع معين وقلت للشف يا أبو عبدالله ترى أنا أشعر بالولاة لقناة الواقع في موضوع عرضت عليه وقلت ترى ممكن الموضوع إذا عرضها لناس ثانين لكن أبعرضها عليك أنت بحكم أنك أنت رئيس قناة الواقع وأنا أشعر بالانتمال لقناة الواقع يا سلام خلني أخرج من هذا الكلام وأرجع للمتسابقين المتسابقين من دخل في قناة الواقع يشعر بالولا لها ويتابعنا الآن ومسي عليهم وأقول ما وصلوا إلى برنامج كيرزما في قناة الواقع لأنهم حمران عيون ومطاليك يا سلام يا سلام لأن الرجال وأنا أخوك تعرفه يقول يدلك على الرجال هرجه ليه هرج يا سلام ويدلك على مكنون قلبه حركاته الرجال ما تحكم عليه من الغترة والثوب يقول غازي بن عون المرجلة ما هي بالهرج ولمناء وبيضة الثياب وغترة ثلب السام المرجلة تبغي صميدة يونس على فعل الجميل العرام يعني الشباب ذول داحموا وتعبوا ونافسوا وطلعوا من مجموعة كبيرة وتم اختيارهم لهذا البرنامج هل تظن أن هذول هم بنخبة ألا تظن أنهم صفوة صفوة وجودهم في هذا البرنامج أظهر أجمل ما عندهم أظهر أجمل ما عندهم وجدنا اللي بارك الله فيك يبادر الشيبان بزيان القهوة سلطان ثقي ويجي مع معاميله يصبح عليهم بالخير ويسوق الطيب عليهم كل صبح لقينا الشباب الثانين كلهم في عمله عمل دقوب لقينا المبدع لقينا الحافظ للشعر الحافظ للرواية اللي يتميز بخفة النفس اللي يتميز بروح الدعابة وشا حسيلك أظهروا أجمل ما عندهم وتموا هالثلاثة الشهور وتعدت وقد كسبوا محبة الجميع سواء الأعضاء الموجودين في قناة الواقع ولا المتابعين لهم عبر الشاشات وأمام الشاشات يا ثلاث الآن هم طلعوا من هذا المجلس وطلعوا من هذا البرنامج هم أصلا متخرجين من مجالس شيبانهم وهذا كلام خلجين مجالس شيبانهم وتراني قلته هم ما جوا بارك الله فيك اللي يجي لن عندهم شيبان نحكينهم على كل علم طيب ومعودينهم على علوم الطيبة ومعودينهم على علوم الطيبة لكن نقول يعني الوصول إلى القمة قد يكون سهل لكن الصعوبة في ويش يا أبو عبد المحسن أسلم الثبات على هذه القمة أيوة وهذا ترى هدف في كل يا أبو سعود من السواء أنا أقول بارك الله فيك الوصول للقمة سهل قد تثابر والله نافل ثاني وتجتهد وكذا وتصل إلى القمة بجهودك وبتوفيق الله قبل كل شيء لكن كيف تثبت على هذه القمة لها وسائل أول شيء أحسن صلتك بالله عز وجل الله أكبر الصلة بالله لأن يقول ابن القيم إن للعبد ستران يا سلام ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن أصلح الستر الذي بينه وبين الله أصلح الله الستر الذي بينه وبين الناس هذه واحدة أيضا لحظة لحظة بسعود فضل رقم واحد ترى هو هدفي للوصول للقمة والثبات عليها لا ترجمة نانسي قنقر